هذه قصة حقيقية أشبه بالخيال تقشعر لها الأبدان فلقد استيقظ السلطان سليمان القانون من النوم فزعا مما رآه في منامه فنادى على حرس من حراسه المقربين وقال له جهز لنا الخيل سوف نخرج اليوم متنكرين لنرى شؤون الناس عن قرب وبعد أن خرج هو وحارسه فقط مر من أمام جثة رجل ملقات في أحد الشوارع ولا أحد من الناس يقترب منها فسأل السلطان بعض الناس جثة من هذه فقال له إنها جثة رجل زان وشارب للخمر وليس عنده أولاد أو أهل غير زوجته ولا أحد من الناس يقبل أن يدفنه فغضب السلطان وقال أليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم حمل السلطان الجثة الرجل وذهب بها إلى زوجته فما كان منها إلا أن بكت بكاء شديدا فتعجب منها السلطان وقال لها لماذا تبكين وزوجك كان زانيا وشاربا للخمر فقالت له إن زوجي كان عابدا زاهدا لله غير أنه لم يرزق بأولاد ومن شدة حبه للذرية وللأولاد كان يشتري الخمر ويأتي به إلى البيت ويصبه في المرحاض ويقول الحمد لله أني خففت عن شباب المسلمين بعض المعاصي وكان يذهب إلى اللواتي يفعلن فاحشة الزنا ويعطيهن أجرهن ليوم كامل على شرط أن يرجعن إلى بيوتهن ويقول الحمد لله أني خففت عنهن وعن شباب المسلمين بعض المعاصي فكنت أقول له إن الناس لهم ظاهر الأعمال وإنك سوف تموت ولن تجد من يغسلك ويدفنك ويصلي عليك فكان يضحك ويقول سوف يصلي علي السلطان سليمان والوزراء والعلماء وجميع المسلمين فبكى السلطان وقال والله إني أنا السلطان سليمان وإنه لصادق والله سوف أغسله وأدفنه بنفسي وأجمع جميع المسلمين للصلاة عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ثم أمر السلطان سليمان القانوني أن يحضر الجيش كله للصلاة عليه وأن يحضر جميع المسلمين وأن يدفن في مقابر الصلاطين العثمانيين وبالفعل حضر الكل فكانت أكبر صلاة جنازة في التاريخ فلا تحكموا على الناس من مظاهرهم واجعلوا بينكم وبين الله عملا صالحا لا يعلمه إلا الله توفي الأب وابنه الوحيد يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقامت الأم بتربيته ورغم تقدم الكثير للزواج بها لأخلاقها وجمالها إلا أن الأم رفضت كل المتقدمين وفضلت تربية ابنها كبر الإبن وأصبح شابا وكانت الأم توصيه بالصلاة والتقرب إلى الله ولكنه كان لا يستمع لها ودائما كان مجغولا عنها بسبب جلوسه الدائم أمام الإنترنت الذي كان يعطيه أغلب وقته ونادرا ما كان يجلس مع أمه ويتبادن معها الحديث وفي يوم دخلت الأم عليه وعاتبته أنت لا تشعر بي ولا بوجودي ولا تسأل عني ولا عن أحوالي بسبب هذا الجهاز العين حتى فرض الله لا تؤديه فرد ابنها مازحا أبشري يا أمي فسوف أشتري لك جهازا مثله وأنت تجيدين القراءة والكتابة ولن تملي من جلوسك أمامه طوال اليوم صمتت الأم في حزن وظل الإبن مشغولا عنها حتى كان اليوم المشؤوم الذي رأت فيه ابنها وهو يشاهد أفلاما إباحية فصرخت في وجهه ما هذا اتق الله يا بني ثم أخذت توصيه بقلب الأم وهي تبكي طالما حياتك كلها هكذا فأنا أخاف أن تموت على ما أنت عليه فمن عاش على شيء مات عليه وكعادته لم يهتم الإبن بنصائح أمه بل سخر من كلماتها وطلب منها أن تغادر حجرته ولا تتدخل في شؤونه فخرجت وهي تبكي وتدعو الله أن يتوب عليه مما هو فيه وبعد يومين فقط كانت الفاجعة حين اتصلت الأم بأخيها إمام المسجد وهي تصرخ أسرع يا أخي فأنا في كارثة أسرع الأخ إليها وحين رأته أغمي عليها وحين أفاقت أخذت أخاها وأدخلته غرفة ولدها فإذا بولدها عار الجسد وجالس أمام الكمبيوتر ويشاهد من خلاله فيلما إباحيا ولكنه ميت وأمه تصرخ وتقول لأخيها لم يكن يصوم أو يصلي فما مصيره يا أخي بكى الأخ ولم يستطع أن يتفوه بأي كلمة حتى بعد أن غسله وكفن ودفن لم ينطق بكلمة حتى لا يزيد من أحزان أخته ولكنه قال بينه وبين نفسه من غضب الله عليه أماته بهذه الميلتة وسيلقى ربه هكذا يوم القيامة أمام جميع البشر فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إن رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جاء في موسوعة القصص الواقعية أن أحد الصالحين كان له أخ في الله وكان من الأتقياء يزوره في كل سنة مرة وفي إحدى هذه المرات جاء لزيارته وطرق الباب فقالت امرأته من الطارق؟ فقال الصديق أخ لزوجك في الله جئت لزيارته فقالت الزوجة ذهب يحتطب لا رده الله ولا سلمه وفعل به وفعل وأخذت الزوجة تدعو على زوجها بكل قسوة وتذمه وبينما هو واقف على الباب إذا بصديقه قد أقبل من جهة الجبل وقد حمل حزمة كبيرة من الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه ثم جاء وسلم على صديقه ودخل المنزل وأدخل الحطب وقال للأسد اذهب بارك الله فيك ثم أدخل صديقه وزوجة على حالها تذم وتأخذ بلسانها وزوجها لا يرد عليها جلس الزائر مع الزوج بعض الوقت وأكل شيئا من الطعام معه ثم ودعه وانصرف وهو متعجب من صبر أخيه على تلك الزوجة فلما كان العام الثاني جاء نفس الصديق لزيارة صاحبه ولكنه أراد أن يلتقي به عند الجبل ويشاهده وهو يضع الحطب على ظهر الأسد مثل المرة الماضية ولكنه تعجب عندما شاهد نفس الأسد من بعيد في غية القوة والشراسة وعندما قرر العودة لبيت صديقه تذكر زوجته ولسانها فاختار أن يظل مكانه حتى يشاهد صديقه ويعود معه وعندما طال الانتظار عاد الصديق إلى دار صديقه وطرق الباب فقالت زوجته من بالباب قال الصديق أنا أخ لزوجك في الله فقالت الزوجة مرحبا بك وأهلا وسهلا اجلس فإنه سيأتي إن شاء الله بخير وعافية فتعجب الصديق من لطف كلامها وأدبها وبعد لحظات جاء الزوج وهو يحمل الحطب على ظهره فتعجب أيضا لذلك وعند وصوله لباب الدار سلم عليه ودخل وأدخله وأحضرت الزوجة طعاما شهيا لهما وأخذت تدعو لهما بكلام لطيف وزائر يتعجب مما يشاهده في هذه المرة فلما أراد أن يفارقه قال له يا أخي أخبرني عما أريد أن أسألك عنه في العام الماضي أتيتك فسمعت كلام زوجة لا أستطيع أن أصفها مخافة حساب الله ولكنها كانت تذم كثيرا ثم رأيتك قد أتيت من جهة الجبل والحطب على ظهر الأسد وهو مسخر بين يديك وفي هذا العام رأيت كلام الزوجة لطيفا بلا ذم ورأيتك قد أتيت بالحطب على ظهرك وليس على ظهر الأسد فما السبب؟ قال يا أخي توفيت تلك المرأة وكنت صابرا على خلقها وما يبدو منها كنت معها في تعب وأنا أحتملها فكان الله قد سخر لي الأسد الذي رأيت يحمل عني الحطب بصبري عليها واحتمالي لها فلما توفيت زوجتي السابقة تزوجت هذه المرأة الصالحة وأنا في راحة معها فانقطع عني الأسد فاحتشت أن أحمل الحطب على ظهري لأجل راحتي مع هذه الزوجة المباركة الطائعة قال صاحبه صدقت فلقد ذهبت بعد وصولي قرب دارك إلى الجبل فرأيت ذلك الأسد الوديع الذي كان قد سخره الله لك ليطيعك ويساعدك ويمشي بأمرك لقد رأيته في غاية القوة والشراسة يفتك بالحيوانات ولا يرحم منها أحد فعدت سريعا إلى دارك خوفا منه قال الزوج وإذا رآني الآن ربما افترسني بعدما كان يأتي إلي دون أن أطلبه بل كنت أنام بجواره وأنا آمن مطمئن كل شيء يا أخي بيد الله يسخر من يشاء لمن يشاء وقت من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب في يوم من أيام رمضان جلست أسرة فقيرة على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمامهم ينتظرون أذان المغرب وقد كان رب الأسرة لا يملك من أمر الدنيا شيئا وقد جلس شارد الفكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين صاحب البيت ذلك الطاغية الجبار الذي تهدده وتوعده إن لم يأتي له بإيجار المسكن المتأخر عليه اليوم ليطردنه من البيت فماذا يفعل هذا المسكين وهو لا يجد لقمة العيش ولا يستطيع أن ينتصر لنفسه أفاق الرجل من خيالاته على صوت مزعج خارج المنزل وهو صوت الظالم صاحب المنزل الذي تجرأ وفتح الباب بعنف من دون استئذان ثم دخل ووقف كالمارد أمام الأب المسكين الذي تحيط به أسرته البائسة ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يسبه ويشتمه ويركله بقدمه وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبعد ألم شديد ألحقه الطاغية بالمسكين خرج متكبراً بعد أن أخذ كل ما تملكه الأسرة من أثاث قديم وترك صاحب الأسرة الفقيرة كالميت وانطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب وهو يقول الله أكبر في أول يوم من رمضان وعند وقت إجابة الدعاء فرفع المظلوم يديه إلى السماء ثم قال اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه ثم استغفر الله وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وما هي إلا ثلاثة أيام وإذ بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه فينقل إلى المشفى وبعد الأشعة والتحاليل قرر الأطباء أنه مصاب بمرض السرطان وأنه لابد أن تبتر قدبه وإلا انتشر السرطان في رجله وبعد عشرة أيام خرج من المستشفى بقدم واحدة لا يستطيع المشي عليها وكانت المقطوعة هي القدم التي ركلت وضربت المظلوم فأخبرته زوجته أن ما حدث له كان بسبب دعوة الأب المسكين الذي اعتدى عليه وأهنه وسط أسرته ولم يرحم فقره أو حاجته وذكرته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وأوسطه بالذهاب إلى هذا الأب وطلب العفو منه وإرضائه وتعويضه عما أحدته به من سب وضرب وإهانة واستيلاء على أثاثه البسيط الذي لا يملك غيره ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا يقول الدكتور عبد الرحمن الصميت الطبيب الكويتي والداعية الإسلامي الكبير في إفريقيا والذي هدى الله على يديه ما يزيد عن ثلاثة عشر مليون إنسان للإسلام يقول كنت أقف ذات يوم فوجدت سيدة إفريقية تبكي وتتوسل لأحد الأطباء القائمين على مساعدة الأطفال الصغار وعلاجهم في بعثتنا في إفريقيا وقد تأثرت لشدة إصرار الأم وتمسكها بتحقيق مطلبها فتحدثت مع الطبيب فقال لي إن ابنها الرضيع في حكم الميت ولن يعيش وهي تريدني أن أضمه لأعداد الأطفال الذين سنرعاهم إنه طفل لن يعيش إلا لأيام ثم نظرت لي الأم والطبيب يتحدث معي بنظرات توسل واستعطاف فقلت للمترجم اسألها كم تحتاج من المال كل يوم فقالت له على المبلغ فوجدته ثمن مشروب غازي في بلدي فقلت للمترجم لا مشكلة سأدفعه من مالي الخاص وطمأنتها وأعطيتها مبلغ من المال وقلت لها هذه نفقة عام لإبنك ثم أشرت إلى أحد مساعديني وقلت لها عندما تنفذ النقود هو سيعطيك ما تحتاجينه ووقعت لها على سك لتصرف به المبلغ المتفق عليه وتمر الشهور والسنوات وقد نسيت الموضوع برمته وبعد أكثر من اثني عشر عاما كنت في المركز فدخلت سيدة لا أعرفها ومعها طفل جميل الوجه هادئ الطبع وقالت لي هذا ابني عبد الرحمن أتم حفظ القرآن الكريم والكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحلمه أن يصبح داعيا للإسلام معكم تعجبت وقلت لها ولماذا تصري على هذا الطلب مني ثم نظرت للطفل الهادئ فوجدته يتحدث العربية لقد حكت لي أمي قصتك وإنفاقك علي طيلة مدة طفولتي وأريد أن أكون تحت رعايتك فأنا أجيد اللغة الإفريقية وأحب أن أعمل معكم كدعية لله ولا أحتاج إلا طعامي فقط وأحب أن أسمعك تلاوة للقرآن ثم أخذ يتلو آيات من سورة البقرة بصوت شجي وعيناه الجميلتان تنظران لي متوسلة أن أوافق وهنا تذكرتها وقلت لها هل هذا هو ذلك الطفل الذي رفضوا ضمه للرعاية في هذه اللحظة لم تستطع قدماي أن تحملاني وسقطت على الأرض وأنا شبه مشلول لهول الفرحة والمفاجأة وسجدت لله وأنا أبكي وأقول ثمن مشروب غزي يحيي نفسا ويرزقنا الله بداعية نحتاجه وقد أصبح هذا الطفل من أكثر دعاة إفريقيا بين قبائلها شهرة وقبولا لدى الناس فكم هي جميلة جنة الله وكم أن التقرب لله سهل لا يكلف فلا صلاة ولا دعاء يطلب عنه مقابل من لي وكم من صدقة قليلة حولت حياة أناس كثيرين وجعلتهم أكثر سعادة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر